فيديو جديد وأخبار جديدة عن الفلك واليوم موضوعنا بهذا الفيديو عن دخول الشمس لبرج الحمل بين 23 و19 و4 خلال هاي الفترة وأثناء دخول الشمس لبرج الحمل مين رح يتأثر إيجابا ومين رح يتأثر سلبا خلينا نشوف ونبلش بالحمل أول الأبراج طبعا الحمل الشمس ستكون عندك يعني بداية سنة جديدة بداية نجاحات جديدة هاي الفترة رح تكون رائعة لإلك من 23 و19 و4 يوم حمل لا تبادر بأهم المبادرات والقرارات الأجوال الاجتماعية لصالحك وأيضا العاطفية وبتلاحظ أن شعبيتك حاضرة بكل مكان استغرى وجود الشمس عندك لا تعمل أي شيء بدكية وعلى كافة المسارات منروح لبرج الثور وبرج الثور وجود الشمس ببرج الحمل بوترك وبعمل لك مشاكل أو تعطيلات بمبادراتك بالقرارات ممكن بتحس ما في أي شيء بمشي دير بالك موضي التور على قراراتك خلال هاي الفترة وخلال هذول الأربع أسابيع أيضا الصحة قد تكون متراجعة وقلة النشاط رح يسيطر عليك بشكل عالي جدا إلى الجوزاء والجوزاء بدنا نحكي له أن وجود الشمس بالحمل بريحك من الضغوطات والمشاكل العملية اللي كانت موجودة عندك بالأسابيع الماضية الأجواء جيدة بين 23 إلى 19 أربع موض الجوزاء وممكن أكتر شيء يأخذ اهتمامك الحياة الاجتماعية لأمور العاطفية وأيضا بيتك أما الأمور الأخرى فرح تكون هادئة وخصوصا عن نطاق العمال والمشاكل العملية ممكن ما تكون موجودة إلا بالأيام الأقل حضا بالنسبة إلى برج السرطان بدك تنتبه يا مولود برج السرطان وجود الشمس ببرج الحمل يعني ببيت العمل ممكن بوترك عمليا وبيجلب لك بعض المشاكل العملية ولكن من ناحية أخرى ممكن يكون فيه هناك فرص عملية يعني الأولوية للعمل يا مولود السرطان بين 23 إلى 19 أربع حاول أنك تنتبه بقراراتك حاول أنك تزيد دبلوماسيتك شوي لأن دبلوماسيتك رح تكون مفقودة خلال هاي الفترة النشاط رح يكون قليل وأيضا الحياة الاجتماعية رح تكون ممكن صفر أو غير موجودة نروح لبرج الأسد وبرج الأسد ممكن وجود الشمس ببرج صديق اللي هو الحمل مفيد لإلك وبيوجه لك بعض الحضوط ولكن بتنتبه من قراراتك يا مولود الأسد بين 23 إلى 19 أربعة وأيضا الأجواء العاطفية قد تكون متوترة وخصوصا للي بأثر عليهم زحل بشكل مباشر اللي هم من موليد 8 إلى 13 أب أغسطس أما الأمور الأخرى فرح تكون هادية وما في أي شيء يتكاد نروح لبرج العدراء اللي كان بعاني خلال تواجد الشمس بالحوط خلال الأسابيع الماضية ومن 23 رح يفتح ببرج العدراء صفحة جديدة أجواء إيجابية وجيدة رح حل مشاكله بعد 23 وتكون الأجواء أفضل وأريح بالنسبة ليلة مولود العدراء انت على موعد مع سفر خلال الأسابيع الأولى من شهر نيسان أبريل وأيضا ممكن حياتك الاجتماعية تكون أفضل من الأسابيع الماضية وفي تقدم على الوضع العاطفي خصوصا بشهر نيسان أبريل من روح لمورود الميزان ودائما وجود الشمس بالحمل بين 23 و19 و4 بوترك مورود الميزان وبجهلك بعض المشاكل والأحداث الغير المتوقعة دير بالك أعطى صرفاتك وقراراتك وحاول تعتري بصحتك الأجواء ضدك بشكل عام وحاول تنتبه أيضا على وضعك العاطفي اللي ممكن يتراجع خصوصا لمولية 19 و11 و12 شهر الأول أكتوبر برج العقرب الأجواء لازالت جيدة ووجود الشمس بالحمل بدعمك عمليا وأيضا للشراكة العملية رح تكون أفضل خلال الفترة القادمة مورود العقرب في عندك أجواء اجتماعية جيدة ولكن دير بالك على وضعك العاطفي بين 23 و19 و4 وأيضا الصحة ممكن تهمك بين 3 و12 نيسان أبريل بالنسبة إلى مورود القوس هاي الفترة الأفضل عندك بالسنة بعد وجود الشمس ببرجك فمن 23 إلى 19 و4 وجود الشمس بالحمل اللي هو برج صديق لإلك يا مورود القوس بدعمك على كافة الجبهات وبعطيك الحظ والأمور الجيدة حاول تستغل هاي الفترة لصالحك بأي مبادرة وبأي قرار وممكن يكون في عندك فرصة للسقر من روح لبرج الجدي والأجواء عندك يا مورود الجدي خلال تواجد الشمس بالحمل بين 23 و19 و4 نوعا ما غير مستقرة في أحداث مفاجئة وفي أمور داخل البيت والعيلة ممكن تهمك أيضا بدك تدير بالك على صحتك يا مورود الجدي بين 23 و19 و4 وخصوصا موليد كانون الأول ديسمبر من روح لبرج الدلو والأجواء ناشطة بوجود الشمس والحمل بين 23 و19 و4 أجواء جيدة للتقدم الدراسي للسفر للحياة الاجتماعية هاي الفترة هتكون سريعة لإلك يا مورود الدلو ولكن فيها إنجازات جيدة وأحداث كثيرة ولكن الأهم أنك تدير بالك على حياتك الاجتماعية مع أنها ممكن تكون عاجئة ولكن تدير بالك من كثرة كلامك وتدخلك بشغلات ما إلك فيها أخيرا برج الحوت وجود الشمس بالحمل يا حوت ممكن هيك ترجعك لورا أو تقلل نشاطك نوعا ما حاول يدير بالك على شغلك هذا أهم شيء وأيضا المصاريف المالية أو المال بين قسين رح يهمك بشكل كتير كبير لأنه رح يكون فيه خروج لكميات كبيرة من المال من جيبك بالإضافة لدخول مبلغ كمان مالي لجيبك يا موز الحوت ولكن الأهم أنك تبتوا إذن الكسل وتركز على العمل هذا أهم شيء هاي كانت إذن أو هذا كان الفيديو عن دخول الشمس لبرج الحمل بين 23 و19 و4 أتمنى أنكم استفدتوا من هذه النصائح وإن شاء الله نشوفكم بفيديو جديد ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم احنا إزاحا يا مزاح